صباح الخير على كل مطابعينا العزاء أهلاً وصلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال وأفعال الحقيقة حابب أدخل في الموضوع على طول الحلقة اللي فاتت بدأت مرتبك نوعاً ما وده كان طبيعي جداً فظل إن أنا بجرب حاجة الأول مرة علي وده فكرني برضو بأول موقف ليا كمحامي قدام محكمة قدام هيئة محكمة برضو كان فيه ارتباك الحقيقة أني بدأت لما بدأت أعد الحلقة كان طبيعي جداً 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 أن أنا يبقى فيه طار في خيط أن أنا أتكلم عن حاجة من الموجودين دلوقتي من الحاجات اللي موجودة حديث الساعة فكان طبيعي جداً جداً أن أنا أتكلم عن الارتباك اللي أصبح سيد المشهد أو سيد الموقف في كل دول العالم الحقيقة مع بداية أزمة كورونا واللي بدأت بالتحديد في مدينة وهان في الصين في شهرة 12 اللي فات كان العالم كله على موعد مع حالة ارتباك عامة كان العالم كله على موعد مع كنبلة اقتصادية كبيرة ضربة العالم كله بشكل كبير الحقيقة أني مع بداية الأزمة ومع بداية كمان انتشارها في كل دول العالم بلا سسناء يعني تقريباً كل دول العالم ما فيش دولة سلمت من موضوع ده كل دول العالم أصيبت بشكل أو بآخر كان طبيعي جداً في ظل عدم وجود علاج محدد وكان طبيعي جداً في ظل عدم وجود مصل أو فيش أصلاً أي دولة كمان في العالم قدرت بقوة أنظمتها الطبية أنها تحاول تلاقي مصل للموضوع ده أو تحاول تلاقي علاج لفيروس كورونا بشكل عام كان طبيعي جداً 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 أن يبقى الارتباك سيد المشهد في ظل وباء مجهول الهوية بالنسبة الناس كتير جداً الناس بتعافش غير اسمه فقط لغير وكان طبيعي جداً جداً مع تطور أعراضه مع حالات الوفيات الكبيرة جداً اللي كانت في دول كبيرة كنا دايماً بنشيد بأنظمتها الطبية فكان شعار الدول دي أو شعار دول العالم كله في المرحلة دي هي الوقاية خير من العلاج ونظر لأنه ما كانش فيه علاج من الأساس كان طبيعي جداً برضو أنه يبقى الوعي هو رقم واحد وهو اللي بيشكل سبب كبير جداً من أسباب انتشار المرض أو الحصار فكان طبيعي جداً أن دول العالم كلها تنادي بالوعي من فترة للتانية كل دولة بتشكل وعي موطنيها عن طريق وسائل إعلام سواء مرئية أو مسموعة أو حتى عن طريق تطبيقات الموبايل وكان طبيعي جداً برضو أن كل دولة تراهن على وعي شعوبها لكن الصراحة كانت مفاجأة مدوية وكبيرة جداً وهي أن كل الدول اللي رهنت على وعي شعوبها أو معظم الدول اللي رهنت على وعي شعوبها كانت للأسف خسرة الرهندا والسبب أن احنا قدام أن احنا كنا دايماً بنتعامل مع نوعيات مختلفة من البشر وده كان طبيعي طبيعي طبعاً في ظل الارتباك اللي كان موجود كان فيه نوعيات معينة كده من البشر يعني فيه مثلاً نوعية من البشر ملتزم بالتعليمات بيسمع الكلام ووعي جداً عارف أن خطورة الموقف وعارف أنه قدام وباء قاتل بشكل كبير وصرعة انتشاره رهيبة وكان فيه نوع تاني من الناس اللي هم النرجسيين أو اللي كان عندهم الأنا عالية شويتين اللي كان دائماً حابب أنه يمشي بمبدأ خالف تعرف لأنه شايف أنه لو ملتزمش بالتعليمات أن الإجراءات الوقاية دي ما هي إلا كلام على ورق يعني الدولة عملا تقول للبسه كممات وحطوك حل ومش عارف إيه لكن هو في حقيقة الأمر أصلاً نرجسي إلى حد كبير ما عندوش إمكانية أنه يسمع كلام أو يلتزم ودول كانوا تقريباً سبب في انتشار المرض بشكل كبير الحقيقة أن الاقتصاد العالم كله تأثر مش بس اقتصاد العالم كمان حتى اقتصاد الأفراد كمان تأثر وكان طبيعي برضو أن إحنا كدولة مصرية عموماً ما كناش أوفر حظم من دول كتير إحنا برضو كان الموضوع عندنا صعب إلى حد كبير خاصة أن إحنا كنا بنطالب الناس أصلاً أنها تبطل استولوكيات أو استولوكيات اللي كان بتشكل وعي عندنا يعني كنا بنطالب الناس أنها تبطل السلوكات دي وإحنا في الأساس يعني الشعب المصري أو 90% من الشعب المصري كان بيمارس السلوكات دي بشكل خاطئ على مدار 20-30 سنة اللي فاتوا يعني إحنا دلوقتي بنقول بلاش تجمعات بنقول بلاش تجمعات في المترو أو في محطات القطر أو هنا أو هنا أو هنا لكن الحقيقة إحنا بقالنا سنين طويلة في الموضوع ده بقالنا سنين كتير جداً استولوكيات الخاطئ دي موجودة بشكل يومي أصبحت روتين عند المصريين عموماً يعني سواء داخل محطة مترو هتلاقي فيه زحمة داخل محطة قطر هتلاقي زحمة وقف في البريد هتلاقي زحمة موجود في محكمها زي ما أنا ببقى موجود بحكم شوقي برضو هتلاقي فيه زحمة حقيقة الناس بيعملوا زحمة في أي مكان على الرغم من المكان أنت ممكن تبقى فيه بيبقى فيه ممكن تبقى المسألة التنظيمية أفضل من اللي احنا فيه لكن هي طبيعة الشعب المصري أو طبيعة عموم معظم الشعب المصري لأن كان فيه حصائية مفترة قريبة جداً أكدت إن 90% من المصريين ما عندهمش وعي أصلاً لو احنا هنتكلم بقى عن الوعي وعن الالتزام فاحنا طبيعي إنك ما تقدرش تغير طبيعة الناس موجودة بقى لها 20-30 سنة لو هنتكلم عن معدل أعمار لو هنتكلم عن 20-30 سنة فاته مثلاً كان السلوكات الخاطئة دي جزء من حياتنا اليومية فكان طبيعي جداً 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 إننا مش هينفع غيرها في شهر أو اتنين الدولة بازلت موجود كبير في وسائل إعلام مرئية ومسموها عن طريق برامج عن طريق بيانات وزارة الصحة عن طريق صفحات رئاسة مجلس الوزراء اللي نادت كتير جداً بالوعي وفي الحقيقة احنا انقصمنا نصين يعني الشعب المصري في فترة فتة دي انقصم نصين نص الأولاني كان بيعيب في النص التاني وبيقول إن السلوكيات الخطأ هي اللي وصلتنا لكده وممكن كمان النص الأولاني اللي كانوا يعني هنقول كانوا في مستوى مادة أعلى شوية كانوا مرتحين مديان بحد كبير يعني كانوا بيعيبوا على الناس اللي نزلت العتبة ونزلت المسكي وتجمعت في ممكن في آخر 15 لوم فرمضان مثلاً عملت تجمعات بشكل كبير جداً عشان المتطلبات العيد مستلزمات العيد لبس العيد كانوا دايماً بيقولوا إن الناس دي هم السبب الرئيسي في الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي لكن الحقيقة لما جي العيد اكتشفنا إن كمان النص الأولاني سبع سبب أكبر في طفاقهم الأزمة كان طبيعي جداً في ظل الأزمة دي ما كانت موجودة كان النص الأولاني برضو سببه وكمان لإن احنا شفنا حفلات ما شاء الله كانت موجودة في الساحل حفلات كانت موجودة في مراكب نيلية حفلات كانت موجودة في مراكب مثلاً في الشواطئ عموما في شاطئ المدن استحالية كان فيه ناس كتير جدا موجودين من الناس دول يعني من طول النص الأولين اللي كانوا بيعيبوا طبعا على الناس كانوا برضو بيرتكبوا مجازر في حق الوعي بصراحة يعني والحقيقة احنا كان معنا النهاردة أكتر من صورة بتتكلم عن الوعي أو بتتكلم عن تجمعات عموما بشكل عام يعني وكان فيه من ضمنها مناشدات كبيرة جدا من الأهالي الناس اللي كانت حتى بترمي الكمامات يعني كان فيه ناس بترمي الكمامات سريمة في الشوارع وده طبعا كارثة بكل المقاييس هي كارثة بما انها كارثة فهي تمثل كمان كارثة صحية ممكن الصورة قدام حضراتكم دلوقتي الصورة دي انا حتى شوفتها بعيني تمام اه يمكن انا شوفتها بعيني الفكرة ان الصورة دي حضراتكم بتسبب كارثة باقيية بكل المقاييس اولا اولا الناس كانت لحد فترة قريبة جدا الناس بترمي الكمامات للأسف زي ما هي بحالة يعني حتى كان فيه دايما مناشدات يا جماعة لو سمحت نتلف الكمامة نحرقها نعمل في اي حاجة بحيث انها تصبح غير صالحة لاستخدام لكن الحقيقة ناس كانت بتمشي انا كنت بمشي في اي شارع بلاقي فيه كمامات مرمية بحالها مرمية زي ما هي كده على وضعها طبيعي انك هتلاقي فيه طفل بيلعب مثلا خد كمامة من دول استخدمها سبب ازل نفسه وبالتبعية هيسبب ازل اهلو والبيتو والناس اللي مخلطين ليهم اه كان فيه تجمعات بشكل جبير جدا انا شفت مرة تجمع قدام مكتب بريد تقريبا كان فيه واحد بيأجر الكمامة بجنية انا مش متخيل يعني مواقف زي دي الوعية اتل فيها تماما تماما يعني كان فيه واحد فعلا في مواقف انا شفته بعيني والله يعني كان بيأجر الكمامة بجنية يعني كان واقف في اول الصف يمكن تقريبا في صورة شبيهة للصورة دي او تقريبا في المكان ده اعتقد كان واقف في أول الصف قدام طبعا لأن فيه فرد أمن واقف فكان طبيعي جدا أنه ينظم صفوف ينظم التزام الناس مدى التزام الناس بارتداء الكمامات عشان يداره يخش يوده مصلحته ومخرجه فكان فيه واحد واقف بيأجر كمامة وكان فيه طبعا من فترة قريبة جدا قدام أحد مكاتب البريد يعني شخص رجل كبير سبعينية يعني تقريبا في السبعين كده كان دخل يقبض معاشه وفرد الأمن قال له التزام بالكمامة رجل تفضل مشكورا والتزام يعني كالترخير حضرته دخل جوا وهو خيرك كان فيه ستة عليها الدور تدخل فمعاش كمامة فجي فرد الأمن قال له الله يا حجة مش هينفع تدخلي ده معلش ده علمات فقالت له طبعا أنا هعملي دهوقتي معلش ده خطفي كده في السريع وراجعين فقال له لا معلش ولا يا حجة فطبعا عم الحجة طبعا بشامة المصرين المعهودة يعني اللي بصراحة برضو من المواقف اللي قتلت الوعي تماما يعني رجل أم تفضل مشكورا وأم بديها كمامة اللي كان لابسها لا تفضلي حاجة تفضلي خش ده حتى يعني الناس اللي وعديها يعني فاش مشكلة طبعا ستة تفضلت مشكورة بدلا ما تقوله لا ده انت كده ممكن تسيبني أو تجيب لي مرض ولا حاجة قالت له الله يا ابنك الترخيرك يعني همش عارفين يعني الناس والله دايما مصرين في الزنقى بيبينوا بصراحة يعني فطبعا فرض الامن في الملحمة التاريخية في الوعي دي طبعا لانها فجأة برضو مفروض انه واخد تدريبات او واخد تعليمات انه هو يلزم الناس بالوعي ومفروض انه هو قدرى الناس بالوعي ده طبعا اتفاجأت بصراحة برضي تفعله بصراحة قتلتني يعني قالت له قال لها يا ستي تمام كده اللي هي نور تفضلي وكمان شكر عمل حاجة على مجهوده العظيم يعني حقيقة بعض المواقف ده بعد اللي انا شفته تأكدت تماما ان الموضوع شكله معنا كده مطول شويتين او تلاتة يعني الموضوع مش مطول جدا لان احنا سلوكياتنا الخاطئة دي للأسف بشكل يومي بالتم للأسف احنا مش قادرين مش قادرين نحد من الظهر السلبية اللي موجودة سواء الناس بترمز بلا في الشارع او بيرموا كمامات سواء ان فيه ناس كمان ضعف النفوس بيتربحوا من ورا حاجات دي يعني كان فيه ناس من فترة قريبة اكتشفوا ان فيه ناس بتاخد الكمامات دي بتكويها وبتعد تدورها تاني بتخسيلها وبتباع للناس تاني يعني انا مش متخيل على قد ما كان فيه جوانب ايجابية من ظهرات كورونا شباب كانوا بيساعدوا جامعات خيرية ناس كتير قامت بحاجات كويسة كان فيه ناس اسوأ منهم بتتربح ناس كتير عملت ملايين من ورا الموضوع ده ناس احتكرت سلع ناس كتير جدا استخدمت اساءة استخدام الكمامات وعادت تدورها والكحول اللي غشيته طبعا كان فيه عاجات كتير جدا للأسف ظهرت في ظل الازمة دي وده طبعا كان تبعات التدهور الاقتصادي للأفراد ده كان طبيعيا وده اللي خلى الناس تقريبا تنادي بان يبقى فيه حظر كامل الحقيقة ان موضوع الحظر الكامل ده تجهت ليه دول اوروبا لانهما كانوا مراهنين على وعي في شعب كانوا حطين شعبهم تحت اختبار الوعي والشعب تماما يعني الشعب كله سيت في اختبار الوعي حقيقي يعني فكان طبيعي جدا ومنطقة ان يتم فرض حظر كامل طبعا على حسب كل دولة تم فرض الحظر ده سواء ببل شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين وكان طبعا طبيعي جدا الناس كان فيه ناس كتير جدا تضررت يعني والناس نادت ان الحظر الكامل ده او الحظر الشامل على المواطنين يتم في مصر لكن الحقيقة المستوى الفرض الاقتصادي في مصر الى حد ما مش قوي مش زي دول برة طبعا كتير طبيعي ان انا ممكن كفرض اقعد 15 يوم في بيتي اقدر اصرف على البيت اقدر امشي حالي امور المادات يبقى مظبوطة عندي مستلزمتي كاملة ممكن يبقى جار ليه في نفس المكان مايقدرش يقعد اكتر من اسبوع ممكن واحد تالت مايقدرش يقعد يوم يعني فيه ناس اصلا شغالها عمالة يومية امكان الدولة ساعدتهم بمبلغ معين لكن كان فيه برضو كان فيه برضو تداعيات اقتصادية اصصرت حتى على الغني والفقيل الحال المواقف اللي بنشوفها بشكل يومي دي خلتنا قلنا ان الوعي فعلا بشكل كبير جدا في مصر بالتحديد ولان فعلا 90% مصرين ما عندهمش وعية تماما يعني كان طبيعي جدا يبقى فيه مع التداعيات الاقتصادية يعني كان طبيعي جدا يبقى فيه تأثير سلبي كبير جدا على المواطنين وده بين لنا بشكل كبير قوي 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 يعني ان الوعي مالوش علاقة على بتعليم مجاني او حضرك خريج ايو سي الوعي مالوش علاقة بزا كنت غني او فقير سواء الغني او الفقير كله ارتكب اخطاء كبيرة جدا في السلوكيات اثرت بشكله وباخر في انتشار المرض بشكل كبير ممكن احنا برضو ما كناش اوفر حظا من الناس بره كتير يعني الحقيقة برضو الناس اللي نادت ان يبقى فيه الحظر كامل في مصر كان برضو لها ابعاد اجتماعية تانية كتير يعني الحقيقة ان التجربة اثبتت ان الحظر الكامل بره في دول اوروبا كان فيه عنف اسر كبير جدا يعني اعلى معدلات للعنف الاسر وصلت لها المانيا وفرنسا وايطاليا تقريبا يعني كانت في المعدلات دي كانت موجودة في اسناء فترة الحظر الكامل يعني انا اه قاعد مع ولادي في البيت ممكن اقعد يوم اتنين تلاتة اه ماشي تمام زي الفل انا مش فتهمش بقى لفترة فعلا ومحتاجين نقعد مع بعض يومين تلاتة اربعة مفاش مشكلة يعني لكن الموضوع لما طول شوية المطالب المادية زادت شويتين ضغط العصبي كمان زادت كتير على رب الاسرة اصبح فيه مشاكل كبيرة يعني بشكله وباخر على الحياة العامة عموما في دول اوروبا رغم انه هما اجتازوا دول كتير اجتازت لفترة الكورونا الحمد لله يعني فيه دول كتير جدا معدلات الاصابة عندهم نزلت وفيه دول سنجلة سفر اصابات زي ايطاليا مثلا على مدار اليومين تلاتة اللي فاتو لكن لو هنتكلم عن موضوع العنف الاصر اذا في مصر فاحنا اصلا مش محتاجين يعني انا بحكم شغلي كمحامي شفت عضايا طلاق احنا اعتبر من اعلى معدلات الطلاق في العالم احنا لو هنتكلم عن مصريين فمصر من اعلى دول اللي فيها معدلات طلاق في العالم فطبيعي ده من غير حظر كامل على فكرة يعني لو احنا هنعمل بقى حظر كامل فلو انا هتكلم عن الحظر الكامل فما ينفعش اصلا تسيب الرجل مع امروته انا اياسي فيها يعني في الكلمة ما ينفعش اصلا تسيبهم الاتنين مع بعض 24 ساعة ده حاجة يعني في مصر مش هتبقى منطقية تماما يعني والسبب ان حضرتك كرجل مصري ممكن تبقى موجود برا بيتك مثلا 12-13 ساعة ممكن ترجع الساعة 12 بالليل من شغلك بيبقى فيه نص ساعة كده قبل انهم مثلا عاشوا وتشوفوا الولاده بتاعه ده في الغالب النص ساعة دي بيحصل فيها مشاكل يعني في الغالب ممكن هتطلق امروته في النص ساعة دي في مصر بالتحديد يعني لو هنتكلم عن النص ساعة دي فهو ممكن عادي جدا يتخنقوا مع بعض في 5 دقايق موضوع يكبر في 10 دقايق في الربع ساعة الأخيرة يبدأ فيه مناوشات بينهم في الكلام فيطلقها وينام عادي جدا ما عندوش اي مشاكل يعني فده للناس اللي كانت بتنادي بحظر كامل في مصر الحقيقة ان الوعي لو هتكلم عن الوعي النهاردة فالوعي فعلا كانت تجربة كان اختبار تحطت فيه معظم دول العالم لكنها فشلت يعني الناس كلها سيطت في اختبار الوعي وده كان طبيعي جدا انا مقدرش غيرت سلوكياتي يعني انا رجل اتربيت وقالي 28 سنة على سلوكيات خطأ جاية بقى من النشأة جاية من التربية جاية من حاجات كتير بس انا اصلا اتربيت على سلوكيات خطأ يعني فالطبيعي ان انا مش هينفع غير سلوكياتي دي في امو ليلة طبيعي حضرتك بتنشدني كوزرة صحة حضرتك الاعلام المرء كله والمسموع بيتكلم عن الوعي 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 بس طبيعي انا اتربيت اصلا يعني انا اتربيت تقريبا في المدرسة حتى ممكن اكونوا معلمنيش عن الوعي ممكن اكونوا معلمنيش قص نخسي دي بطريقة صحيح فده كان طبيعي جدا في ظل اللي احنا فيه الحقيقة ان الوعي مش بس كمامة مش بس كحل مش بس ان انا التزم باجراءات طبيعة الاجتماعي الوعي هو ان انا ابقى مدرك حقيقة الوضع اللي انا فيه دلوقتي ابقى مدرك ان انا فعلا في مشكلة احنا قدام وباء قاتل احنا قدام قدام فيروس مالوش علاج عجزت كل انظمة العالم الطبية يعني الدول كتير جدا انظمتها الطبية قد قوية جدا فشلت في انها تدير الازمة بشكل بشكل او باخر يعني كان طبيعي جدا ان يبقى معدلات الاصابات تزيد لان هو المرض مالوش علاج وهم الناس كلها اتزمت ان الدول كلها رهنت على وعي شعوبها وللأسف خسرت الرهن ده باكتساح الوعي انك يبقى عندك يبقى عندك مفهوم في دماغك كده بيقول ان انا قدام فيروس قاتل انه لو مالتزمتش لو مالتزمتش بالاجراض الوقائية عشان نفسي لو مبدأتش بنفسي الاول والتزمت الموضوع ايوصع مننا جدا احنا بنشوف انا بشوف على مدار اليوم في القرى وفي المدن وممكن في الكفور ونجوة وحاجة كتير جدا بلاوي يعني بنشوف مشاكل كتير جدا 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 لها علاقة بالوعي رغم من المناشدات بتاعة وزارة الصحة الا ان برضو لسه في ناس بترتجب سلوكات خطاء كبيرة جدا 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 وده يخلينا نأكد تاني ان احنا لو فضلنا على الوضع ده الموضوع يطول معناه كثير جدا مش هنقول بقى يطول شهر ولا اتنين الموضوع يطول معنا الفترات طويلة جدا ان احنا دلوقتي كل فرد فينا هو سيد قراره كل فرد فينا هو مصيره في ايده يحضر لك تلتزم باجراءات الوعي الوقائي او هتصيب غيرك وغيرك هيسيب غيره وغيره هيسيب غيره والموضوع هي الازمة هتضافقا والموضوع هيكبر اكتر من كده احنا لحد دلوقتي الى حد ما الحمد لله في مصر يمكن المعدلات مش كبيرة قوي ده على حسب المتاح على حسب الناس اللي بتاعهم المسحات يعني المعدلات لحد دلوقتي مش كبيرة احنا بنتكلم في معدلات يومية الف الف ونص بشكل يومي المعدلات بالنسبة مقارنة لدول تانية كتير المعدلات مش كبيرة معدلات الوفاة برضو مش كبيرة يمكن الدولة عملت اللي عليها والزيادة ممكن يكون وفرت مستشفى عزل كتير عملت توعية وفرت كمامات وفرت كحول وفرت حاجات كتير جدا وكمان ده يمكن كمان كان دور رجال أعمال زي ما تكلمنا في حلقة فاتحة ان هم برضو يساهموا بشكله وباخر مع الدولة ان هم يساعدوا والدمواطن هو رقم واحد في الأزمة لازم هو نفسه يساعد لازم هو نفسه يساعد نفسه يساعد أهله يساعد أهل بيته لازم يلتزم بإجراءات الوقائية لازم يبقى مقتنع تماما لان انا ممكن ابقى لابس كمامة ومعايا الكحول بتاعي بس مش مقتنع يعني انا شايف ان الإجراءات دي مش هي اللي هتنجينا مثلا فكان طبيعي جدا ان انا اتكلم نهاردة عن الوعي طبيعي جدا لان ابرز دور الوعي المصري لان الوعي في العالم كله كان سبب اما في انتشار الفيروس او الحزار الحياة زي ما عودنا حضراتكم كل حلقة بيبقى معانا شخصية وعدة شخصيات بنوجه لهم الشكرة طبعا من باب الإيجابيات البرنامج من باب ان احنا لازم نتكلم عن الكويس وعن الوحش لازم نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات ونبقى واقفين على مسافة واحدة من الجميع الحياة اول شخصية معانا النهاردة هو شخص ربوني شخص علمني على مدار 28 سنة شخصي كان دايما في ظهري شخصي لو كلمت عنه ومش حلقة واحدة لو كلمت عنه بقية عمري مش هوفي حقه الصورة اللي قدام حطرتكم في الشاشة ديه يبقى بويا كان طبيعي جدا ومنطق ان انا وجله الشكر على كل اللي عملوا معايا كان دايما في ظهري كان دايما بيديني كل حاجة انا محتاجها وكان طبيعي جدا ولو حتى ما كانش عنده الإمكانية كان على الاقل بيعمل اللي عليه الحياة انا حابة اوجله الشكر وتمنله دايما يا رب ده هوم الصحة ويبقى دايما في ظهري الصورة التانية معانا النهاردة او الشخصية التانية الحج علي سلطان عمدة قرية العدلية واحد من الناس برضو اللي كان ليها دور كبير جدا من القيادات التنفيذية اللي كان ليها دور كبير جدا في فترة الفاتت واللي الحقيقة من قبل فيروس كورونا أنا موجود في البلد وهو موجود كان دايما بيبقى دور إيجابي جدا 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 في الصلح بين العوائل يمكن الصورة دي كانت من ضمن الصور كتير جدا كان موجود في صوراتك بيعملوا وكانوا موجودين في حالة صلح بين عائلتين يعني كانوا بينهم بعض مشاكل وكان فيه قتلى وجرحة كتير الحقيقة من الرجل ده مساعي الخير عنده ما بتتوقفش شخصية فعلا كيادية بامتياز شخص من الناس اللي دايما أهل البلد بيلجأوا له سواء في الخير أو في الشر في أي حاجة الناس بتبقى وقفه له الناس بتبقى وقفه معاه الناس في كل حاجة بتحضره الشخصية الثالثة معنا النهاردة هو واحد من أهالي كاريت بالبيس كوروم الحج غريب علوان واحد من الناس اللي فعلا كانوا على مدار الفترة اللي فاتت دي جدا على مدار الفترة اللي فاتت دي كان ليه أعمال خير كتير جدا 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 يمكن أهل بالبيس ملقابينه بالأهل بالبيس ملقابينه بالأصيل واحد من الناس اللي كان دايما عمل الخير عنده ما بتوقفش صراحة اللي في ظل أزم التعقيم وفي ظل إن كان فيه ناس تقار كدير جدا في السوق السودة بيتاجره في الكلور وعاله سعره وراجل ده تبرع بخمسة لكلور لأهل بالبيس عشان التعقيم لأهل بالبيس والكوروم محيطة كان ليه طبعا وقفة شاهمة جدا وشجاع جدا مع العمالة المؤقتة كان دايما أعمال الخير بتاعته متواجدة على أرض الواقع من الناس اللي كان دايما في منأة عن الكلام عن نفسه يمكن أنا استأذنته بصراحة أن أنا أتكلم عن الحلقة وبمعاناة شديدة جدا وافق الراجل ما كانش موافق تماما أنه الخير بتاعي يباني والراجل بيعمل خير ده في السر أو بيعمل خير ده بينه بين نفسه ومكانش حبب كده احنا طبعا بنتمنونه يا رب دايما دوام الصحة والعافية واحد من الناس اللي بنتمنى يبقى فيه منها وجوه كتير جدا 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 في بالبيس ونتمناله التوفيق يا رب وتحية مننا هنا من برنامج للحاجة غير بعلوان الشخص الرابع معانا النهاردة هو واحد من رواد الخير برضو في كارية العدلية كان صاحب البصمة الاولى في حل مشكلة الصرف السحي في كارية العدلية تبرع بمبلغ مالي كبير جدا 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 بصراحة يعني لحل مشكلة الصرف السحي واحد دايما لو هنتكلم عن الخير في العدلية فهو بقى رقم واحد مهندس سيد عبد الرحيم واحد من الرواد الخير في كارية العدلية واحد على رأس مجموعة كبيرة جدا بتعمل خيرك بشكل يومي في كارية العدلية مهندس سيد عبد الرحيم بصراحة من الناس اللي كانت دايما لما بلاقي فيه خير في البلد او بلاقي فيه عمل كويس داخل كارية العدلية او في كرة المحيطة بيها كان دايما مهندس سيد عبد الرحيم بيتصدر المشهد كان دايما اسمه بيجي في جملة مفيدة واحد دفع مبلغ كبير زي ما قلت في حل مشكلة الصرف السحي اللي كانت دايما اهل البلد بيعانوا منها يمكن بالتعاون طبعا مع الجات التنفيذية يمكن بس الراجل بصراحة شارك بشكل او باخر فعمل خير واحد اهل البلد كلهم سواء فورة او اغنية يعرفوه كويس جدا برضو منه واد الخير اللي في السير الراجل ما بيحبش برضو ان الناس تتكلم عنه تتكلم عن خيره كتير انا ده برضو واحد من الناس اللي استأذنته واللي اتفاجئت جدا وبرد فعله انه كان برضو رافض في بداية الموضوع الحقيقة انا دايما لو هنتكلم عن خيره عن حد بيبقى دايما الناس بتبقى حبا ممكن في ناس بتبقى حبا الشوق وحبا الظهور الاعلام حبا اللي بيعملوه كويس يبان لكن اللي اتفاجئت منه هو والحاجة غريبة علوان انهم كانوا رافضين تماما ودي حاجة بصراحة قبرتهم في نظر اكتر احنا بنتمنى له يا رب دايما دوام التوفيق واحد من الناس الكويسين جدا من اهل القرية العدلية مهند السادة عبرحيم بنشكره وبنقدم له خالص الشكر من هنا برنامجنا نعم أستطيع وبنتمنى يا رب دايما يبقى فيه وجوه مشرفة زي مهند السادة عبرحيم موجودين وزي الحاجة غريبة علوان وزي الحاجة على سلطان الحياة في نهاية حالات النهاردة الحياة في نهاية الفقرة النهاردة انا كنت حابة بيوجه شكر لحضراتكم وبتمنى من حضراتكم تتفعلوا معنا على صفحة البرنامج لو حد عنده اي ايجابية او سلبية حضراتكم تتفضلوا تدخلوا على صفحة برنامج نعم أستطيع تقدروا تقولوا لنا حلولكم ومقترحاتكم للمشاكل ايجابياتكم سلبياتكم تعليقاتكم على الحلقات احنا ممكن نوصل صوتكم للمسؤولين هنبقى وقفين على مسافة واحدة بينكم وبين المسؤول وهنوصل صوتكم ان شاء الله احنا دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع على فقرة مهمة جدا وهي فقرة مشكلات وقضي موسيقى